بقول حتى انخفف الضغط عن المؤسسات الرسمية انا بقول اعلن هذه الفكرة اليوم بدأ اعلنها وقول انه وانا يمكن بعتبر حالي بمون على اخواني في المدس البلدي وبقول انه كل من يقتل كلب او يسلمنا كلب من الكلاب الضالي مقتول نحن مستعدين ان نعوضه بعشرين شكل مقابل كل كلب بسلمنا اياه حتى نخلص من امكانية الضغط وحتى نخلص من امكانية لانه كمانا نعوض انه امكانياتنا باطلاق النار كمان امكانيات محدودة نعم هذه فكرة يعني اعتقد انه انا سمعت انها طبقت في اماكن اخرى وفي دول اخرى كمان انه من اليوم طالع بلدية الخليل وعلى لسان رئيس البلدية تتعهد بخلينا نسميها ما بعرف تعويض رسوم معينة على لكل من يقوم بالقضاء على الكلاب الضالي كل كلب مقابله عشرين شكل رسوم تعويض ما بعرف شو يعني بمعنى واحد اتله خمس كلاب جابهم مسكهم اتلهم باي طريقة قضى عليهم ونع منع خطرهم عن الشارع بياخد له ميت شكل والله شغل كويسة لبعض الناس بي عندها خبرة في هذا الموضوع هذا الموضوع عندي خبرة فيه لانه في الاردن هناك الخنازير البرية نعم ومؤذية وبتاجم الناس فكانوا يعطوا ميت دينار لكل من يقتل خنازير بري نعم يعني في الغور كانت منتشرة خنازير البرية في الغور وكثير من الناس يشتغلوا في هذا الموضوع وحتى عملوا فلوس عملوا فلوس كويس